بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سوف نتعرف إن شاء الله على طريقتي في كيفية صنع وتتبيت الوسائل التعليمية على الصبورة التي أستعملها في بعض حصصي البنائية أدوات سوف نستعمل ورق مقوى، ورقة مسطرة، مربعات كبيرة، قلم رصاص، مسترى ومقص أول مرحلة نقوم بإنشاء الصفائح إذن نحاول أن نحسب عشرون تربيعة ونسطر إلى حدود العمود العاشر ثم نعلم على ذلك بخط أحمر ونتمم بنفس الطريقة نحصل بين هذه الأعمدة بخط أحمر بحيث كل عمود يحتوي على عشرة تربيعات نحصل على ست شبكات تربيعية كل شبكة تحتوي على مئة مربع ونقوم بقص كل شبكة لنحصل على ست صفائح نحصل على ست صفائح تأتي المرحلة الثانية وهي تكوين القطبان أو الأعمدة إذن نأخذ شبكة أو صفيحة ونقوم بتقسيم كل عمود على حدة المرحلة الثالثة وهي إنشاء المكعب إذن نستعين بتلك الصفائح لإنشاء المكعب إذا نضع الصفائح فوق الورق المقوى على هذا الشكل ونأخذ قلم رصاص ونقوم بتحديد الأعمدة من خلال تلك الصفائح ونبدأ بالتصدير في كل مرة يمكن الاستعانة بالصفحة لضبط قياسات الأعمدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مكون من ستة وجوه كل وجه يحتوي على مئة تربع نقوم بقص هذا النشر ثم طيه للحصول على مكعب نستعين بلساق سكوتش للحفاظ على تمسك المكعب الآن تأتي المرحلة الأخيرة والتي تساعدنا على تثبيت هذه الوسائل التعليمية على الصفورة ونحتاج فيها مغناطيس ولساق هنا نحاول أن نضع قليل من اللساق ونثبته على وجه من وجوه هذا المكعب قليلا ثم بعد ذلك نكون قد حصلنا على مكعب يمكن تثبيته على الصفورة أيضا نستعين ببعض نوع من أنواع المغناطيسات والتي تجدونها في لعبة السطرنج كما نعلم أن لعبة السطرنج هي أنواع هناك سطرنج خشبي وهناك سطرنج ممغناط إذن هذا السطرنج ممغناط يكون معه هذه الحزمة من المغناطيس وهو يباع بالمتاجر الكبرى وأيضا محلات بيع ألعاب الأطفال نأخذ قطعة من هذا المغناطيس يعني نضع فيه قليل من اللساق ونتثبته على الصفيحة نفس الطريقة نستعملها مع مكعبات صغيرة أو التربيعات التي تمثل الوحدات وكذلك مع الأشرط العمودية أو ما نسميها بالقطبان التي تمثل العشرات كما يمكن نزع قطع صغيرة من المغناطيس وأيضا استعمالها لتثبيت الوسائل التعليمية هذه فكرة استعملها أنا شخصيا لتثبيت الوسائل التعليمية على الصبورة تقاسمتها معكم أتمنى أن تكون نالت إعجابكم ألقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر